البضاعة شحة في السوق ولو لقيتها سلملي على الأسعار مش دل لحصل السنة اللي فاتت بسبب أزمة تراكم البضايع في الموانئ المصرية؟ أهو الخوف بقى إن السيناريو ده يتكرر من تاني خصوصاً يعني إن المستوردين بدأوا يشتكوا اليومين دول من تأخر الإثراج الجمركي فيترى إيه السر؟ وهل فعلاً إحنا دخلين على أزمة بضايع جديدة؟ طيب هنلحأ إن إحنا لها بدري بدري ولا هنقع في نفس الفخ للمرة التانية؟ خليكم معنا فيه الفيديو ده وأنا هقول لكم كل التفاصيل في الأيام الأخيرة اتكررت شكاوى المستوردين من عودة أزمة تراكم البضايع في الميناء صحيح الأزمة أقل من أزمة 2022 بس برضو المشكلة موجودة طيب ليه؟ السر في صعوبة تدبير الدولار اللازم للإفراج عن البضايع وده سبب زيادة المضاربة على الدولار مع انتشار توقعات لبنوك استثمار عالمية بارتفاع الأخضر لـ 35 جنيه خلال أسابيع ده اللي قاله أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين وطبعا دخل اللي معاه دولار مش راضي يفرط فيه واللي مش معاي يشتري بسعر عالي زيادة عن السعر الرسمي حوالي 2 جنيه ديف على كده كمان تصراحات مصادر من شركات الصرافة عن سحب تجار الدهب للدولار من السوق حتى لو بسعر مرتفع وتحميل الفرق على الزبون علشان كده طالب شيحة بالقضاء على السوق الموازية هتتفاجئ من كلامه لما تعرف أن حجم مواردنا 150 مليار دولار وبنستورد بقيمة 85 مليار دولار يعني مواردنا تكفي وطفيت كمان لكن متجرة البعض في الدولار وتهريب الأموال للخارج هو ده اللي بيأثر على تدبير العملة الخضرة اللازمة للإستراض وده حسب كلامه اتفق معاه عماد إيناوي اللي كشف عن سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 32 ل35 جنيه فيترى لو حبينا نقارن بين الأزمة الحالية وأزمة تكدس البضايا في عام 2022 إيه الوضع؟ لو رجعنا بالذكرة لورا شوية وتحديدا في بدايات عام 2022 أكيد هتفتكروا أزمة الاعتمادات المستندية اللي أقرها البنك المركزي لترشيد الاستراض ومنع خروج الدولار من البلد بدون داعي ساعتها الاستراض كان مقتصر بس على الكدمات والمنتجات الضرورية لكن مع الوقت بدأت الأزمة تكبر لدرجة أن التأخر في الإفراج الجمركي تسبب تراكم بضايع في الموانئ لمدة شهوره بقيمة 14 مليار دولار وشفنا أسماء كبيرة جدا بتحذر من قفل مصانعها زي شاي العروسة مثلا لكن لو بصينا على الأزمة الحالية هنلاقيها البضايع رجعت مرة تانية خلال 10 أيام ولكن بوتيرة أقل من المرة اللي فاتت واللي أكدوا شيحة أن الحكومة بتحاول أنها تدبر الدولار للمستوردين لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والأدوية ودي بيتم الإفراج عنها أول بأول لكن السلع تمت الصنع وممكن تتأخر شوية في نفس الوقت كمية البضايع المحجوزة مش كبيرة علشان كده توقع عودة مستويات الإفراج الجمركي لمعدلاتها الطبعية كل الفترة ما بين 7 إلى 10 أيام بس بشرط القضاء على ظاهرة الدولارة في السوق المحلي يعني الخلاصة كده في حلين استقرار الدولار والإسرع في حل المشكلة علشان ما تزدش مع الوقت وخد بالك أن الأسعار في الأزمة الأولى زادت 250% مرة واحدة وده حسب متى بشعي رئيس شعبة المستوردين فهل تفتكروا ده ممكن يتقرر تاني ولا الحكومة هتحل الأزمة قبل مدى يحصل اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات